السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أبناء طلاب الصف السنة الابتدائي بمدارس تابوك نموذجية الأهلية. النهاردة هنكمل الفصل الثامن وهو درس مهم جداً وبيلغبط ناس كتير وهو الكسور المساوية للواحد. كيف يعني أعرف هذا الدرس؟ ايش معنى هذا العنوان؟ تابع معايا في الفيديو. طبعاً في البداية خالص هناخد عنوان الدرس الكسور المساوية للواحد. صفحة 46 عندك في الكتاب. فكرة دس اليوم أعبر عن الكل باستعمال الكسور. هتفهم معايا للوقت. طيب تعال نشوف كده ما راجع على الدرس السابق. أستعمل نماذج الكسور لأمثل الكسر الدالة على الأجزاء الملونة ثم أكتبه هو أقرأه. تعال نشوف. أول حاجة عندي هنا كان. هنكتب الكسر. احنا عارفين من قبل كده الكسور. نعد واحد اتنين تلاتة. انا بدأت من هنا. يبب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبب تحت نكتب الكبير ستة. طب انا في كم جزء مظلل. ادي واحد اتنين يبب اتنين على ستة. او اتنين من ستة. او ست سينة. طيب ممكن نقول كده اتنين من ستة. او اتنين على ستة. او ست سينة. او ست سينة على حسب ما انت هتكتبها. ست سينة. طب نعدي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كالتجام جزء ملود سلاسة. يبب تلاتة على خمسة. او تلاتة من خمسة او سلاسة اخماس. وكده عرفنا مراجعة على الدرس الصدق. طيب تعال نشوف درس اليوم بقى درس سهل جدا مبسيط بس ناخد مسألة جميلة. مع خليل حفنة من الفصدق والبندق. يا سلام. خليل مع فصدق وبندق. يا عيني. فكيف يعرف خليل الكسر الذي يدل على عدد حبات البندق. يا ابن الله زينة. طب انا اعرف ازاي. كيف انا امثل الكسر ده. اجابة بسيطة جدا. هيعد حبات الفصدق والبندق معا. ثم يعبر عن عدد حبات البندق في صورة كسر. هوضحها لك. لو انا الحين عندي مثلا. على سبيل المثال الحفنة دي فيها فصدق وبندق. مثلا هي الحفنة فيها عشر حبات مثلا. رحت لقيت الفصدق ده باربعة. والبندق بستة. طب انا عايز اعطي حبات البندق. الكسر. يبا هم كم حبة ستة. مين كم كلهم من عشرة? بس كده. ده توضيح للسؤال. طيب. تعبها ناخد درس اليوم. نشوف الكسور المساوية للواحد. يعني الكسور المساوية للواحد. شايفيني الراجل بتاع البيتزا ده? راح عاملي هو ابن الله زينة ده. جاب بيتزا. ده تمها خمس اجزاء. ادي واحد مين تلاتة اربعة خمسة. طيب راح الشخص دوت. اللي هو طلب البيتزا هذا. اكل كل الاجزاء. يبا هما كانوا خمسة. لو اكل جزء واحد يبا خمس. لو اكل جزءين يبا اتنين من خمسة. لو اكل ثلاث اجزاء يبا ثلاثة على خمسة. طب لو كان اربع اجزاء هيكون اربعة على خمسة. طب لو كانهم كلهم يبا خمسة على خمسة. او خمسة على خمسة. طيب يعني خمسة على خمسة بقى يعني واحد. يعني قطعة واحدة. جاء اكل كل البيتزا كاملة. يبا تكسر الذي يدل على الكل خمسة على خمسة. دي بيتزا واحدة. قطعة واحدة كبيرة. يبا خمسة على خمسة يساوي واحد. بصفة عامة بقى عشان ما تطلق بطش. لو قلت ستة على ستة بواحد. طب سبعة على سبعة بواحد جني على جني بواحد أي حاجة على نفس الشقي الديني كامي الديني واحد طيب أنا أمزح في هذه الكلمة طيب قلتلك مثلا 12 على 12 يا سلام برضو بواحد من هذه معناها 12 قطعة أكلتها من 12 قطعة يعني ما بقي عندي شيء يعني أكلت كل الحبات اللي عندي يعني هذا يدل إن القطعة كلها تكلت وما بقي منها شيء طيب تعال نفهم بقى مع بعض أكتر من خلال الأمثلة أعدوا الأجزاء الملونة وأكتبوا الكسر الدالة عليها ثم أحوط الكسر الذي يساوي واحد نكتب الكسر إزاي نشد خطة بالشكل ده كده نعد واحد نين تلاتة اربعة خمسة يبقى حتى خمسة كم جزء مظلر كلهم يبقى خمسة على خمسة طيب تعال هنا نعد واحد أنا بدأت من هنا نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى تحت تمانية طف فوق كام ما أكلهم كلهم كلهم مظلرين يبقى ثمانية طيب تعال هنا نشد خط كده هم أربعة أجزاء يبقى نكتب تحت أربعة فوق أكتب كام هم كلهم مظلرين يعني أكل الأربعة كاملين تعال نشوف السؤال الرابع ده نشد خط بالشكل ده نعد أنا هبدأ من هنا واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب كام جزء مظلر واحد من ثلاتة يبقى أكل ثلاث حبات من العشرة لغاية كده عدينا الأجزاء ملونة وكتبنا الكسر إيش الكسر يساوي واحد اللي يدي نفس العدد هذا يساوي واحد لأنه أكلهم هذا يساوي واحد هذا يساوي واحد يبقى لما أجي أظلل بعدما أكتب أظلل هذه بالشكل ده وأظلل هذه بالشكل لهذا كده وأظلل هذه أيضا بالشكل ده عشان نفس العدد فوجه تحت يديني واحد وهذا يدل على الكل إن شاء الله يكون الجزء سهل وبسيط جدا طيب تابع معايا كده هنا ده اللي احنا حلنا من شوية تعالي نشوف حاجة جديدة يلا أعد الأجزاء الملونة وأكتب الكسر الدل عليها ثم أحوض الكسر الذي يسواه نفس الفكرة هنا عندي كتع طين وكلت اتنين يبقى اتنين على اتنين طبط على هنا عد واحد نين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كم قطعة مظللة ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة يبقى كلت ستة من تسعة طب تعالى هنا اعد من هنا واحد اتنين تلاتة اتبعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 12 كم جزء ملول واحد يبقى واحد من اتناشر طب تعالى هنا كده يا بطل عندي هنا واحد من ثلاثة اربعة اكلت كم قطعة ايضا اربعة يبقى اربعة من اربعة طب تعالى هنا نعد ابدأ من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طب كم جزء مظلل كلهم يبقى عشرة على عشرة طب تعالى نشوف اخر واحدة نشوف عندي كم جزء واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كالت كم جزء مظلل واحد من ثلاثة يبقى ثلاثة من ستة او ثلاثة على ستة طيب تعالى نشوف بقى الكاسر اللي بيصير واحد انا اعلنتك حركة من شوية العدد فجه تحتي يبقى دين واحد فجه مثل تحتي دين واحد فجه مثل تحتي يعطيني واحد وحوط الاجابة التحتي يعني حوط هذه كده وحوط ايضا هذه كده وحوط ايضا هذه هكذا يبقى هذه هي الايجابة الصحيحة المطلوبة في المسألة موضوع سهل وبسيط عايز بس حل كتير وممارسة وان شاء الله تكون الرديلات سهلة وبسيطة نيجي بقى ناخد السؤال دوت سؤال عاوز واحد ذكي وبيفكر بسرعة وبيستوعب المعلومة بكل يصر وحوط الاشكال او الكلمات التي تمثل الكسر نفسه الكسر نفسه يعني الكل يعني اللي يديني كام واحد مين هو اللي يديني واحد الاشكالة والكلمات هذه خمسة اخماس يعني خمسة على خمسة اللي هي واحد بس كده وهنا نفس الكلام خمسة على خمسة ده ما يمين دي ناخده اللي ما يدل على عدد كله وناخد هذه ايضا هذه خمسة على خمسة وهذا يعطيني ايضا واحد وكده يكون خلصنا درس اليوم هذا سؤال تقويم ياريت تحلو ترسل الاجابات على الواتس او على القناة كده يكون خلصنا درس اليوم اللي واجب على منصة الشر ايديو ونتقابل في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته